صلى بجميع الصحابة صلاة الفجر وهو مغتسل من الجنابة خيل جمعت جيوش كبيرة جدا من شمال جزيرة العرب واستعدت لغزو المدينة والمشكلة ان هذا الامر حصل بعد غزوة مؤتا فخرجت جموع كبيرة جدا ناوين انهم يغزون المدينة فخرجت هذه الجيوش الكبيرة متجهة الى المدينة بس ما تتخيلون من قاد جيش المسلمين في معركة اللي قادها هو عمرو بن العاص رضي الله عنها قاد عمرو بن العاص في هذه المعركة كبار الصحابة ابو بكر وعمر رضي الله عنه بقية كبار الصحابة وهو مالة في الاسلام الا اربع شهور فقط وهذه المعركة هي اول معركة يقودها عمرو بن العاص انصدموا الصحابة من صرامة عمرو بن العاص رضي الله عنه في القيعدة فكانت بعض اوامر غريبة ومن هذه الاوامر الغريبة انه رفض رفض تم انهم يشعلون اية نار مع ان كان البرد شديد جدا وقارس وقال لهم لا يوقد احد منهم نارا الا قذفته فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احياكم الله وبياكم وجعل الجنة وانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالم عمرو بن العاص رضي الله عنه كان تاجر من تجار قريش قبل اسلامه وكان رجل صارب ما عنده يمين ويصارب وما كان تاجر فقط في قريش فكان قائد من القادر فعمر بن العاص شاهد غزوة بدر واحد والخندق حتى بس ما كان في صفوف المسلمين والصحابة كان في صفوف المشركين فكان رجل تاجر ومحارب وقاعد بس عمرو بن العاص بعد غزوة الخندق هاجر من مكة للحبشة اسموه عشان انها اسلم كان خايف من عار الهزيمة انها تلحقها خاصة بعد ما شاف العجب في غزوة الخندق وعرف انها محمد صلى الله عليه وسلم امره سيظهر بس عاد من الحبشة مهاجر للمدينة بعد ما اسلم على يد النجاش وكان هذا الامر في شهر صفر سنة ثمانية هجرية بس بعد اربعة اشهر فقط من دخولها في الاسلام وفي جمادها الثاني نداها النبي صلى الله عليه وسلم لقيادة جيش الاسلام ضد المشركين وبما ان عرفنا نبذة بسيطة عن عمرو بن العاص رضي الله عنه خذ لك شي تاكل ولا تنسى تتابعني في كل السوشال ميديا اكتب انا ساكشن وبإذن الله العلي العظيم رحض رعلك من دوما نطول بسم الله احنا نبدأ بعد معركة مؤتة بشهر تقريبا وفي شهر جماد الثاني سنة ثمانية هجري نادى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في يوم وصل عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو اشدد عليك سلاحك وثيابك ثم اقتني يعني رحت جهز بلبس الحرب وتعالى فيقول عمرو بن العاص فرحت بسرعة ولبس لباس الحرب ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم لقيت جالسي توضع فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وطالع فيني ومن بعدها نزل رأسه وأنا جالس نظر في النبي صلى الله عليه وسلم وبيدي سلاحك في يوم نزل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قال يا عمرو اني اريد ان ابعثك على جيش على جيش يعني في معركة دوبنا طلعت من غزوة وقتها قد وصل خبر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن جيوش تجمعت على غزو المدينة وكانت هذه الجيوش مي بسهلة الجيوش هذه كانت من قضاها وهم ثلاثة قبائل تجمعوا للغزو على النبي صلى الله عليه وسلم وهم قبيلة بلي وعذرة وبنو القيم وكلهم من شمال جزيرة العرب تقريبا من الشام في كمل النبي صلى الله عليه وسلم كلامه يقول فيسلمك الله ويغنمك يعني بترجع من هذه المعركة سالم وغانم وأسعب لك من المال زعبة صالحة يعني بكسم لك من الأموال قسمة كويسة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها تاجر كان يعامل بنفس فكرته وبنفس فكرة فكر التجارة بس كان رد عمرو بن العاص رضي الله وعنه مختلف فقال عمرو بن العاص يا رسول الله ما أسلمت رغبة في الأموال ولا الغنيمة ما أسلمت يا رسول الله إلا أني أكون معك وجاهد في سبيل الله وننشر هذا الدين ما أسلمت يا رسول الله للأموال والغنيمة فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر نعم المال الصالح للرشل الصالح قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ راية الحرب وربطها لعمر بن العاص وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون قائد للمسلمين ويبغى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بن العاص اللي يدوب أسلم له أربع شهور وأنه يقود الجيش إلى الشهر وكان الجيش مكون من ثلاثمائة صحاب منهم ثلاثين فقط فارس والبقية مشاهدة وجيوش قضاعة منطلقة وجهتهم للمدينة ناوين نيتشر بس أحس أن تصرفهم هذا ما كان طبيعي خاصة أنه حصل بعد غزوة مؤتة فأنا أحس بأن هذا تحريض من الروب خاصة بعد الفضيحة اللي جابوها في غزوة مؤتة أكلولهم صفعة من ثلاثة ألاف صحابي في وجيه ميتين ألف من الروب فحس أن هذه قهرتهم وخلتهم يحرضون قضاعة وقبائل شمال جزيرة العرب على أنهم يتوجهون ويغزون المدينة ترى هذه هي تصرفاتهم إلى يومك هذا فإذا ما قدروا على أحد حرضوا لجنبه باسم السياسة وهو في الحقيقة أصلا خوف وجب فخرج عمر بن العاص ومع هالجيش وكانوا يمشون بالخفية يمشون في الليل ويجلسون في الصباح بس يوم قرب جيش المسلمين من جيوش قضاعة أرسل عمر بن العاص عين من العيون يجيب أخبار الطريق والجيش كم عددهم وإش اللي معهم من أسلحة فانطلق هذا العين يشق الطريق لهم يسبق الجيش بس يوم رجع هذا العين رجع بأخبار صادمة جيوش قضاعة ما كانت بسيطة كبيرة جدا جمعوا الكثير من المقاتلين والأسلحة جيوش كأنها جيوش مدعومة مدعومة من الروم والله أعلم فأرسل عمر بن العاص رافع بن مكيث الجهني للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلمه بأمر جيوش قضاعة وإن عددهم مو بسهل ومعهم أسلحة كثيرة يطلب النبي صلى الله عليه وسلم بعض من المدى فخرج أبو عبيد بن الجراح ومعه ميتين من الصحابة وكان قائد عليهم ومعهم خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وعمر يعني كبار الصحابة خرجوا في الميتين هذا ولا طبعا أبو عبيد بن الجراح لقبها النبي صلى الله عليه وسلم بأمين الأمة ولها مكانة كبيرة في الإسلام فهو من السابقين الأولين للإسلام وهو من العشر المبشرين بالجنة يعني قائد لا يستهان فيه أبدا يعني من كبار الصحابة وعمر بن العاص له أربع شهور في الإسلام بس يوم جاء يخرج أبو عبيد بن الجراح من المدينة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يلحق بعمر بن العاص وإنهم يبقون مع بعض ولا يختلفون أبدا لأن أبو عبيدة بن الجراح من القادة المعروفين على أصلها مكانته ولها كلمته وعمر بن العاص يعني دوبها أسلم لها أربع شهور فانطلق أبو عبيدة بن الجراح من المدينة يتجه إلى عمر بن العاص فأول ما وصل أبو عبيدة استبشر المسلمين وكان قائد على كبار الصحابة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم على أبو بكر وعمر فأول ما وصل رحب عمر بن العاص كمدد وقال لها أنت مدد لي وأنا القائد بس أبو عبيدة من الجراح يعني من كبار الصحابة يا عمر أنت أول قيادة لك في الإسلام يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني على كبار الصحابة وكبار الصحابة لا شك أنهم مو بس مدد بل هم العمود الفقري حق الجيش وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرني على أساس الجيش فلا شك بأن أمرني على الجيش كامل فقال أبو عبيدة من الجراح خلني أنا أقود وأن ترتاح أنا أقود الجيش كان رتاب عمر بن العاص صارم قال لأ بل أنت مدد لي وأنا القائد فأبو عبيدة هنا يبغي يفهم يعني أنا جاي ومعي مجموعة من كبار الصحابة أمرني النبي صلى الله عليه وسلم عليه عابو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة الكبار فبدأ يفهم أبو عبيدة من الجراح قال لها أنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني على رأس 200 من كبار الصحابة فأنا القائد عليه فعلى الأرجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني فبدأ الاختلاف يزيد بينهم فقال عمرو بن العاص بل أنت مدد لي وأنا القائد يقول لها عمرو بن العاص بكل ثقة سبحان الله شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف عرف بأنهم سيختلفون النبي صلى الله عليه وسلم كأنه معلمهم عارف شخصية كل واحد سبحان الله وعرف أن أبو عبيدة من الجراح لهم كانه قائد كبير في المسلمين في يوم شاف أبو عبيدة أن بوادر الاختلاف بدت ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو عبيدة في قمة الأدب حتى أن قيل فيه حسن الخلق لين العريكة سهل عليه أمر الدنيا ولين العريكة اللي ما يجادل كثير ما يختلف كثير خلاص أهم شيء أن نخلص الخطة قال أبو عبيد بن الجراح لتعلم يا عمر أن آخر شيء عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال إن قدمت على صاحبك فتطاوع ولا تختلف وإنك إن عصيتني لأطي عنك طاعة لرسول الله فقال عمر بن العاص فإني الأمير عليك وأنت مدد لي يساتر فرد أبو عبيد بن الجراح فدونك يعني آمرني اللي تبغاه أنا معك أشوف أخلاق الصحابة مع بعضهم يا أخي أعجبتني ثقة عمر بن العاص رضي الله عنه وصملته واللي أعجبني أكثر حكمة وحسن خلق أبو عبيد بن الجراح الرجل اللي شاهد بدر وأحد بل نزع الحلقتين من وجه النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم على كبار الصحابة إلا لحكمتها يقول بكل أدب لعمر بن العاص اللي أسلم لها أربع شهور فدونك يعني من بعدك أنا اللي تبغاه آمرني فأصبح عمر بن العاص رضي الله عنه هو قائد هذه المعركة فما شابهم عمر بن العاص في الليل وكل ما قربوا من مكان المعركة ازداد عليهم والبرد يمشون البرد يشترك اللي وصلوا لقرية من قرى قضاح يعني دخلوا بلاد الأعداء خلاص بس ما لك يا أحد أبدا القرية فاضية ظنوا الصحابة بأن وصلهم خبر جيش النبي صلى الله عليه وسلم فخافوا وتفرقوا بس عمر بن العاص أمرهم بالتقدم وأنهم لا يتراجعونها كملوا كملوا الصحابة طريقهم حتى وصلوا لقرية ثانية من قرى قضاح ويقال بأن هذه المنطقة هي منطقة تسمى بذات السلاس لما وصلوا للمنطقة هذي كلها بجيوش المشركين تظهر لهم وكانوا مو نفس العدد اللي وصل لهم كانوا قليلة فوقف جيش المسلمين قد وصلنا خبر بأن جيش المشركين كبير وضخم والجيوش اللي جالسين نشوفها قليلة في شي قاعد يصير حنا ما نعرفها خاصة أن أول قرية دخلناها كانت فاضحة فما تقدم ومن دون مقدمات بدأوا يرمون بالزهام على بعضهم بدأوا يترامون جلسوا فترة يترامون وما حد تقدم على الذهر مرة المسلمين يرمون ومرة المشركين يرمون في جلسوا فترة زي كده يلين شافوا الصحابة كيف أن المشركين متخادلين كيف أنهم بدأوا قلوبهم متشدد مهم على بعضهم كده كأن في شي قاعد يصير قرر عمر بن العاص بأنهم يهجمون على المشركين هجمة واحدة وما يتراجعون أبدا وفعلا كبروا الصحابة والمسلمين وهجموا هجمة واحدة على المشركين فتفرقوا المشركين وهربوا انسحبوا المشركين خلاص انهزموا فقاموا الصحابة يلحقون بجيش المشركين عشان يأخذون الغنائم وخلاص عنا اللي انتصرنا بس صرخ فيهم عمر بن العاص وقال لاحد يلحق بالجيش أبدا قالوا يا عمر ما فيه كمين ولا شي يشوفوا ما هربوه حنا انتصرنا خلنا نلحق بهم وناخذ الغنائم استغربوا الصحابة من فعلتها يعني ليش بس انهم سكتوا الصحابة وسمعوا كلام عمر بن العاص بس عمر بن العاص ما أخذ الجيش ورجع للمدينة فأمر عمر بن العاص بأنهم يبيتون لليوم الثاني وبعدها يمشون للمدينة فإن كان لجيش المشركين رجعه فعن جا حزي بس يوم جاء الليل واشتد البرد عليهم وتعرفون الشمال كيف هو بارد أصلا ومليان تلوج قام الصحابة يجمعون الحطب عشان يشعلون النار ويتدفون فيهم جمعوا الحطب وجو يشعلون النار كالعادة يعني قام عمر بن العاص وأمرهم بأنه ولا نار رح تشبونها أبدا هذه الليلة كيف يا عمر نموت بارد البرد شديد وحنة أولاد صحراء أولاد حر قال لا يعني لا انتهى كلمتي واحدة عمر هذه أول سرية لك تقودها في الإسلام معنى أبو بكر وعمر وناس يعني يعني عقول كبيرة معنا ما حد قال نفس قول التكذيب فقال كلمتي واحدة ولا نار أشوفها تشتعل الليلة طبعا صحابها سمعوا كلامها يعني ووقفوا ولا هشعلوا النار لعله هو يعرف شيء حينما نعرف فيهم جاوا الصحابة ينامون ما جاهم النوم من البرد وجوع وسهر كلها جتمعت على الصحابة بس بعد فترة من الليل وهم يحاولون ينامون ويتقلبون يمين يسار وأسامهم ترتجف وجلودهم حمراء من شدة البرد ما عاد صاروا يحسون بأطرافهم كان بعض الصحابة يلمون بعض الحطب عسى عمر بن العاص يعني يلين شويتين قلبه ويخليهم أقل شيء يشبون النار واحد بس قام عمر بن العاص وقال ولا أحد يشب النار أبدا لا أشوف شعلة نار واحدة تولع الليلة برد يا عمر شفيك أعوذ باللام الشيطان نموت برد يعني يعني ما متنا في المعركة تقتلنا برد فبدأ الكلام يكثر خاصة بعدما البرد يشتد وحس الصحابة بأنهم بيموتون من البرد عمر بيقتلنا برد وكبار الصحابة ساكتين لنا الحين خاصة عمر بس عمر انفجر هذه المرة وقام عليه ناوبة نية ثانية فقام أبو بكر ومسك عمر بن الخطاب وقال لها دعه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمل علينا إلا لعلمه بالحرب فهدأ عنه استريح اهدأ يا عمر لا تتسرع في الحكم لعله يعرف شيء حينما نعرفه أوكي أبو بكر هدأ عمر الوضع حبي بس إن البرد بيقتل الصحابة خلاص في روجة رجل قاموا الصحابة يجتمعون عند أبو بكر رضي الله عنه يشتكوا له إن البرد والسهر دبحهم ما هم اللي قادرين ينامون والبرد اشتد عليهم إلى درجة إنهم ما هم حاسين بأنفسهم فقالوا يا أبا بكر سيهلكنا عمر ويقتلنا برد وقال لهم خلاص عندي أنا برح أكلمه وبإذن الله يعني عساه عساه يلين قلبه ويسمح له فقام أبو بكر وتوجه لعمر بن العاص وبكل ترطف قال له أن البرد اشتد وأن الوضع كده ما يصير عساه يسمح لهم بأنهم يشعلون ولو نار واحد أي بس رد عمر بن العاص كان صارم جدا فقال لا يوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها قلت ما في نار يعني ما في نار يا ساتر وجلسوا الصحابة كلهم مع كبار الصحابة من دون نار في وسط البرد وما أحد من الصحابة يعرف إش السبب جلسوا على هذا الحال إذن أصبح الصبح وتجهزوا عشان يرجعوا للمدينة فأول ما أصبح الصبح جوي بغون يصلون صلاة الفجر فقام عمر بن العاص لصلاة الصبح وقال لهم أنا على جنابة وواجب عليها الغسل لازم أغتسل عشان أصل والدنيا برد وأنا نهيتكم أنكم تشعلون النا ولو اغتسلت في هذا البرد الشديد سأهلك بموت بجمد فقام عمر بن العاص من بينهم وغسى المغابنة اللي هي باطن الأفخاد ووضى وصلابهم صلاة الفجر صلى بجميع الصحابة صلاة الفجر وهو ما اغتسل من الجنابة تخيل علمهم من الصحابة سمعوا كلام عمر بن العاص وخلصوا من صلاة الفجر وتوجهوا إلى المدينة كل هذا سمعوا طاعة وثقة في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم اختار عمر بن العاص عليهم يعني خلاص فأول ما وصل المدينة استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم كيف وجدتم عمرا وأصحاب ها كيف قيادة عمر فأثنوا عليه الصحابة كلهم بس قالوا يا رسول الله عمر بغى يقتن برد منعنا من إشعال أي تنار في وسط البرد ومنعنا يا رسول الله أن نلحق وراء العدو وفق دا كله يا رسول الله صلى الله بن صلاة الفجر وهو ما اختصر من الجنابة سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب ليش سويت هذا كله قال عمر يا رسول الله إني كريتوا أن آذن لهم أن يوقدوا نارا فيرى العدو قلتهم خفت أن العدو يشوفنا ويشوف قلة عددنا وكرت يا رسول الله أن نتبع الجيش في كلهم مدد فيعطفوا علينا يعني يكون في كمين في السالفة وإني يا رسول الله احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك بموت برد وذكرت قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قصته وما أنكر علي فعلته أبدا حتى يوم أنها احتلم وصلى بهم وهو على جنابه ولم يغتسل فأصبحت فعلة عمرو بن العاص رضي الله عنه رخصة ترخيص من الله سبحانه وتعالى للمسلمين في قول عمرو بن العاص وثق النبي صلى الله عليه وسلم فيني وأعطاني قيادة الجيش معا ما للا أربع شهور من يوم أسلمت والآن فرحان بي وبقيادتي وقراراتي يقول فظننت إني أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يقول تدري وش والله لا أغتنم الفرصة وأسأله عساه يعترف لي فتصير لي يعني شهادة بأني أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم فرح للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده وسألها فقال يا رسول الله أي الناس أحبوا إليك وينتظر الإجابة وهو مبتسم خلاص منتظر بس عمرو بن العاص ثقة عمياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي ما ليش تسأني فقال لي أحب من تحب يا رسول الله طبعا ما يبغي يبين له أنه جالس يسأل عن نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة سكت عمر جالسي طالع تذكر أن زوجته أكيد أنها بتكون أحب الناس إليه فقال خلني أسألها من الرجال يعني أكيد أنها بيعترف يقول فقلت من الرجال يا رسول الله مبتسم خلاص واثق الحين عمرو بن العاص انتهى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوها أبو عائشة رضي الله عنها اللي هو أبو بكر فان صدم وجهها عمرو بن العاص وقال وثم من أكيد أن المركز الثاني مستحيل ما يكون المركز الثاني قال عمرو بن الخطى فان صدم وجهها عمرو بن العاص وقال ثم من عساه يقول اسمي يعني ثالث الرابع كويسة يعني ما يبسية ويقول بدأ يعد رجال من الصحابة كثير وكان من الرجال هذولة أبو عبيدة بن الجراح اللي نزعتها في القيادة يقول فسكت مخافة أن يجعلني في أغرام خلاص كذا كفاية خلاني أقل شي ممكن أكون قبل الأخير ما تدري خشوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللي خلت عمرو بن العاص يعتقد بأن أحب النازل النبي صلى الله عليه وسلم وعمرو بن العاص قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والخندك وما لا في الإسلام إلا أربع عشر وأنت لو تجلس مع واحد مت مشكل معه ثلاثة أيام تحس نفسك مسدودا اللهم صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم عليك يا أحسن الخلق ويا خير من مشى على الأرض وكانت هذه أول معركة أوسرية يقودها داهية العرب عمرو بن العاص رضي الله وآله ألين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم أتمنى أن القصة نالت على عجابك وبإذن الله رح نستمر في سلسلة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والمعارك شوفكم إن شاء الله الحلقات الجاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهدوا أن لا إله إلا أنت استغفر كوتوب إليك شوفكم على خير وكتوحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا